طيب خلينا بقى نروح لأخبار المحلية اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطن نبتدي بانضمام منتخبنا وده من خلال الحساب الرسمي للاتحاد المصري كورت القدم انضمام كناريا المعسكر المنتخب بعد صابت عبدالله السعيد فبالتالي قرر مستر كارلوس كيروش ان هو يضم كناريا لعب سموحة لعب من اللعبين المميزين وبالمناسبة اسمه محمود المتولي بالمناسبة ميزة اوي وحاجة ايجابية ان يكون فيه متابعة لكل اللعب وان يبقى فيه عناصر جديدة موجودة فانت بتخرق حالة من الحماس وحالة من الدوافع عند كل اللعبين في الدوري المصري ده هيعود بالنتجة الجابية على الدوري وايضا على منتخبنا الوطن كيروش يضحي بخمس لعبين من التشكيل الاساسي امام الجابون ده وارد جدا لانت خلاصت ضمنت التأهل وبرضو حسابات الانذارات لان فيه ناس عندها انذار واحد ده وقدوا انذار تاني يجيبوا عن المباراة المجولة اللي هي هتكون المباراة الحسيمة او المباراة تاني الحسيمة تاني دي اهم الاخبار بخصوص منتخب مصر هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرة في حلقتنا